السلام خير وأهلا وسهلا بحضرتكم مرة تانية من أول يوم من أول يوم اتكلمنا فيه مع جماهير النادي الأهلي وظهرنا فيه على شاشة قناة الأهلي وإحنا مقدرين تماما تماما مسئولية الكلمة ومسئولية المعلومة ومسئولية الرأي اللي بيطلع مننا على شاشة قناة النادي الأهلي إحنا بننتمي هنا الكيان كبير جدا وعارفين قدر ومسئولية هذا المكان تماما مبارح الحقيقة أنا اتكلمت في السادسة على موقف الجهاز الفني من مشاركة أيمن أشرف أو من انضمام أيمن أشرف لمنتخب مصر وقبل ما اتكلم وأطرح وجهة النظر بتاعتي أنا قديت المقدمات اللي بتقول عشان نوضح الصورة النادي الأهلي جزء كبير جدا بداية بس جزء كبير جدا من مهمتنا هنا إن احنا نكون لسانحة للنادي الأهلي وإن احنا نوضح الأمور بشكل تام وبشكل كامل لجماهير النادي الأهلي العريض وإن احنا ندافع عن مصالح النادي الأهلي إذا كان فيه منطق اختلف مع المنطق إذا كان فيه وجهة نظر رد عليها بوجهة نظر لكن فكرة الهجوم للهجوم فكرة قلب الحقيق ده بالنسبة لنا أمر مرفوض تماما برح لما تكلمت على قصة أيمن أشرف وانضمامه للمنتخب وقلت إن فيها أكتر من علامات استفهام مش مفهومة كنت أنتظر إن وحد على أقل تقديري جاب على علامات استفهام دي لكن للأسف اتقلب الموضوع تماما واتحور وتم استغلاله بشكل كبير جدا في محاولة من بعض الإعلاميين للإساءة لي أنا بشكل شخصي ولقناة النادي الأهلي مرة تانية بنقول ولنا طرحتهم برح ليس له علاقة من قريب أو من بعيد بشخص كابتن حسام البدري أو بالتأكيد بمنتخب مصر ومش محتاجين نأكد على فكرة أنه النادي الأهلي هو الدعم الأول لمنتخبات المصرية بصوا كده يعني يعني راجعوا التاريخ ونبص على البطولات اللي حققتها منتخبات مصر في مختلف الرياضات وأهمها طبعا والأكثرها جماهرية الكرة القدر هتلاقي أنه النادي الأهلي كان داعم رئيسي لكل المنتخبات في كل الأوقات وده شيء يشرفنا وده شيء طبيعي جدا أنه يكون دور نادي كبير بحجم النادي الأهلي لكن فكرة أنه نقول أنه من مش مصلحة المنتخب إصارة الكلام ده في التوقيت الحالي احنا طرحنا مجموعة من الأسئلة اللي ملهاش علاقة على الإطلاق بشخص كابتن حسام البدري ومفيش داعي أنه نقول أصل كابتن حسام البدري ابن النادي الأهلي وهو أهلاوي ده ما لهاش علاقة بالانتماء على الإطلاق ده إحنا هنا بنتكلم على موقف وبنتكلم بشكل عدقة على قرار خاطئ تم اتخاذه في توقيت وفي ظروف معينة فبالتالي أخذ بيش وبهات كتير جد بنتكلم على لعيب أكد النادي على إصابته وبنتكلم على لعيب طلبه الجهاز الفني وعصر على طلبه رغم الإصابة ومع ذلك استجاب النادي الأهلي وأكد الجهاز الطبي للمنتخب إصابته وكان فيه إصرار غريب وعجيب جدا على استمرار انضمامه المعسكر يوم واثنين وثلاثة واللاعب ما عندهش قدرة على إكمال المران بينزل التمرين ما بيقدرش يكمل ووضحنا أنه اللاعب بالنسبة نادي الأهلي في مشاركته الأخيرة مع فيتا كلاب ما كانش جاهز بنسبة 100% ورغم كده الحقيقة وبروحة عالية جدا الراجل التزم وعشان الأهلي ما عندهش بديل تاني لعب المباراة ولم يستطع حتى إكمالها وخرج نتيجة أنه زي ما شرحت مبارح ظروف كتيرة جدا ما ساعدتش قائمة أنه يكمل المباراة بنفس المستوى فخرج والجهاز الفني طلب أنه يخرج والجهاز الفني حرصا عليه خرجوا والأهلي مقبل زي ما قلت لحضراتكم على المباراة في منتهى الأهمية مع المريخ ايه الداعي في هذا التوقيت لفكرة فرد العضلات يعني ايه المنطق في فكرة العناد على الرغم أنه هم يتكلموا عنها أنه فيه إزدواجات في المعايير يعني ليه لعب زي آيمن أشرف النادي الأهلي محتاجه في الفترة الجاية محتاج يجاهزه محتاج يحضره لأنه علي معلول بعيد جدا عن أنه يرجع محمود وحيد أبعد من علي معلول وبالتالي الأهلي محتاج أيمن في المرحلة المهمة اللي جاية في حين أنه المنتخب عنده مباراة شبه محسومة أنا أتوقع أنه لو لعبنا بالفريق الثاني المنتخب مصر لو المنتخب بلعب بدون المحترفين الأجانب أو بلعبه في دوليات أجنبية هيكسب منتخب كينيا ومعتقدش أبدا ده شيء على الفكرة يعني عيب جدا في حق المنتخب وعيب جدا في حق كابتن حسام البدري أنه المباراة دي يبقى لتشكيل منتخب فيها وقف على أيمن أشرف مع كاملة التقدير والاحترام طبعا لأيمن واحد من أفضل لعبين المصريين في التوقيت الحالي ومنتخب مصر ما يعافش على أي لعب حتى لو كان محمد صلاح ففكرة أنك أنت هتحاول تصور الموضوع أنه قناة النادي لأهلي بتحاول تعطى المنتخب مصر أو بتحاول تدرب استقرار منتخب مصر هتأخذ جنابك وتوفيق بكل شكل من الأشكال